بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد من أحب أن يبدل الله سبحانه وتعالى حزنه إلى فرح وسرور بعد استجابة لدعائه بشكل سريع والضامن هو رسول الله صلى الله عليه وآله رجان استمع رجان استمعي قال النبي صلى الله عليه وآله من أصابه هم أو حزن فليقل اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي في يدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله عبارة مهمة جدا قال ما قالهن مهموم قط إلا أذهب الله همه وأبدله وأبدله بهمه فرحا الضامن من؟ النبي صلى الله عليه وآله كل هم في قلبك اليوم يتحول إلى فرح بضمان هذا الدعاء اجعل من ذلك الدعاء اسلوب حياة يعني أفضل وقتين لقراءته بعد صلاة المغرب أو عفوا بعد صلاة الفاجر وقبل صلاة المغرب وإذا لم تستطع فحدد وقتا بعد كل فريضة يعني اقرأ هذا الدعاء بعد كل صلاة فريضة إذا لم تستطع على الأقل بعد صلاة الفاجر إذا لم تستطع على الأقل بعد صلاة المغرب أو العشاء والضامن هو النبي صلى الله عليه وآله وكثرت الهموم في قلوبنا في الأعام الأغلب نتيجة المشاكل أو نديجة الأمنيات التي لا تتحقق وحوائج متأخرة لم تتيسر إلى الآن فهذه جميعها إن شاء الله تعالى يحققها الله لك ويبدل جميع همومك إلى أفرح جرب ولا تشك برنامج صباحات ولا إية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام